السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم لقلقات الطبخ والجمال اليوم ان شاء الله سنقدم لكم هاد الكاك اللي يجي في الصراحة غزال وارطبوا من السم بالنك هادية النافع كي يجي فعلا رائعي الصحق تجربة ديالكم اللي اعجبكم الفيديو لا تنسونيش باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينين ولماذا لا تشارك في القناة نتمنى يشترك بالضغط على الزر الاحمر موجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس للتوصل بجديد الوصفات انتبا غادي نشوفو مقادر ديال هاد الكح كنحتاج لستميات جرام ديال التقيق الابيض ميو عادي السد للكقوس ديال العنبة معلقة صغيرة ديال الخاميرة الكيموية وكيز ديال فانيلا ججمع الاقبار ديال الزبدة يكونوا عامرا مزيان يكندوبوهم كي يعطيونا نصف كاس وكنكملو النصف الاخر زيت ناباتية وثلاثة ديال المعالق كبارين ديال جنجلا اللي محمر ومعلقة كبيرة ديال النافع مطحون محمر ومطحون معلقة كبيرة ديال الخاميرة الفورية وبيضة كاملة سبعة ديال المعالق عامرا مزيان ديال السكر ثانيدة والحالي بالدافئ باش نعجنه ممكن انكم تزيدوا ولا تنقصوا السكر ولكن سبعة ديال المعالق كي اعطوا واحد الحلوة اللي هي معتادلة وكي يجيب زوينين بزا على بركة الله كان نديروا الضاقيق في واحد الكسعة وكان نضيفوا عليه المكونات كاملين ممكن انكم تنسموا بماء الظهر تزيدوا منه واحد نصف كاس اللي كيعجبوا حتى انا في الصراحة كيعجبني ولكن ما ممتوفرش عندي ولتديروا الصاشية ديال الظهر حتى هي كتعود ماء الظهر كي يجيب زوين صافي كنحاولوا اننا ندخلوا غير شوية هذوك المكونات وكنضيفوا البيضاء باش كنبدو نعجنه العجينة ديالنا ضروري كنديروا شوية ديال الملحة في اي حاجة حلوة ضروري كندخلوا الملحة لانها هي اللي كتتصحح لنا الضوق هنه غادي غير نجمع العجينة ما غاديش ندلكها غادي غير نجمعها ومن بعد عاد غادي ندلكها ما غاديش ندلكها بزيف فانتو ما كينما غادي شوفوا معي اصلا العجينة اللي كتكون بالحليب ما كتحتاش واحد دلك هنه راني خليت هالمدة ديال خمسة ديال الدقائق عاد رجيت كنكمل لها ندلك وكنضيف لها شوية ديال اللي حليب حتى نتحصل الى القوام اللي بغيت القوام ديال هاد العجين خاصه ضروري كن كيتلصق في اليدين هاد هو السر باش كتجينا هاد كيجينا هاد الكعك هادا اه رطب هادا هو القوام بحال هكا ولكن ماشي سائلة هي كتلصق في اليدين ولكن ماشي اذا ما سائحها بزاف فضل المرحلة خليتها خمرات مزيان حتى تضعف الحجم ديالها وهدي نزلها في سطح العمل اللي انا كما كتشوفو كان مسحوب الخل وكذلك غادي نمسح تلميزة لان انا غادي نستاعن به باش كيجيوني الحبات كامل قد قد نقرر شوية ديال الطقيق نحاولو ان انا منكتروش الطقيق باش ما يدخلش يدخل لنا العجين الداخل ويجيونا مضقصين نتحكمو في الكمية ديال الطقيق ونبدو نقطعوهم هنا اللي ما عنداش الميزان ماشي مشكي لارات تخدم غي عينها ميزانها ولكن الميزان كيكون احسن كيجي هنا كلهم قد قد وكيجي حتى المنظر ديالهم زوين قدرت فيهم ستين كرام هاد القياس كيجي زوين من ديال ستين كرام كيجي ومتي ولين نقطعوهم من بعد عاد غادي نشكلهم والطريقة ديال تشكيل ساهلة بحل اي نوع من انواع الكحك كنتلقوها كنحاولو اننا نبقى ونطلقوه بشكل طولي حتى كنتحصلو على واحد الحربول ومن بعد كنقطعوه لطرف دياله وكنزيدو اللصقو معه الطرف الاخر وكنتبتوهم زيان طريقة اللي هي ساهلة وما فيها تشي تعقيدات وكنبدو نديرو فوحة الصافيحة اللي كتدخل الفرن كنرشوها كندهنو اولا بالزيت وكنرشوها بالطقيق ويلا كنورق الزبدة كنديروه يعني كنعوضو به لما كانش كنديروها هالطريقة هادي فهذا المرحلة خصوم يخمرهم زيان بعدك نضغطوه للمغير واحد شوية هاكا باش ما كيجيوناش عامرا في الداخل ديالهم بالبابة وكيجيون مدقصين كندغطوه للمغير واحد شوية وكما قلت لكم فهذا المرحلة ضروري مخصوم يخمرهم زيان حتى يضعف الحجم ديالهم نخليوهم يخمروا على خطرهم من بعد ما خمروا كندهنهم بيضة كاملة كندير معاها مع القصغيرة ديال قهوة سريعة الدوابان وقطارات ديال الخل باش كتحيدن غاديك الريحة ديال البيض وفي هاد الاثناء كنكونوا مسخنين الفران كنشعلو عليه غير من اللي تحت على درجة الحرارة 180 احترا كيبنوش الدرس هم من التحت عاد كنطلعوهم وكنشعلو عليهم من الفوق انا طلعتهم من الفوق منشعلت عليهم من الفوق درتليهم الفرفارة باش كيجين هادا كل لون موحد بالنسبة لاخوات اللي غايطيبو في الفرن الغازي ايه نار تكون متوسطة باش كيطيبو لون ديالهم موحد وكيجيو عليها تشكل هادا كيجيو ورطي طبيين وولدادين بزف من اسمين الصراحة كيستحقوا تجربة ديالكم عن جد يصلاحوا مع واحد الكويز ديال اتا يمشحر وبالصحار رحموا سبقا وحتى نطلقوا فيديو جديد مع وصفة جديدة وبسلام عليكم اشتركوا في القناة